المزمور المئة والخامس والعشرون المتوكلون على الرب مثل جبل سهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر أورو شليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر لأنه لا تستقر عصى الأشرار على نصيب الصدقين لكي لا يمد الصدقون أيديهم إلى الإسم أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمي القلوب أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإسم سلام على إسرائيل المزمور المئة والسادس والعشرون ترنيمة المصاعد عندما رد الرب سبي سهيون صرنا مثل الحالمين حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين اردد يا رب سبينا مثل السواق في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه المزمور المئة والسابع والعشرون ترنيمة المصاعد لسليمان إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناءون إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب لكنه يعطي حبيبه نوما هو ذا البنون ميراث من عند الرب ثمرة البطن أجرة كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة طوب للذي ملأ جعبته منهم لا يخزونا بل يكلمون الأعداء في الباب المزمور المئة والسام والعشرون ترنيمة المصاعد طوب لكل من يتق الرب ويسلك في طرقه لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك امرأتك مثل كرمة مسمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك هكذا يبارك الرجل المتق الرب يباركك الرب من سهيون وتبصر خير أوروشاليم كل أيام حياتك وترى بني بنيك سلام على إسرائيل المزمور المئة والتاسع والعشرون ترنيمة المصاعد كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي ليقل إسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي على ظهري حرف الحراث طولوا أتلامهم الرب صديق قطع ربط الأشرار فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغدي سهيون ليكون كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حدنه ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب أمثال سليمان الفصل السابع والعشرون لا تفتخر بالغدي فإنك لا تعلم ماذا يلد يوم ما ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك الحجر سقيل والرمل سقيل وغضب الأحمق أثقل منهما كليهما الحنق قاس والسخط جارف وأما الغيرة فمن يقف أمامها التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتري أمينة هي جروح المحب أما قبلات العدو فبإفراط النفس الشبعة تدوس الشهد وللنفس الجائعة كل مر حلو مثل العصفور التائه من عشه هكذا الإنسان التائه من مكانه الدهن والبخور يفرحان القلب هكذا حلاوة الصديق التي تصدر عن مشورة مخلصة لا تترك صديقك ولا صديق أبيك ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك جار قريب خير من أخ بعيد يا بنيك حكيما وفرح قلبي لأجيب من يعيرني بكلمة الفطن يبصر الشر فيتوارى والأغرار يعبرون فيعاقبون خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجنبية ارتهن منه من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح الباكر تحسب بركته لعنة الوكف المتواصل في يوم منطر والمرأة المنازعة سياني من يحاول ضبطها فإنما يضبط الريح وتقبض يمينه على زيت الحديد يرهف الحديد والإنسان يرهف شخصية صاحبه من يحرس تينة يأكل من سمرها ومن يحافظ على سيده يكرم كما في الماء الوجه يقابل الوجه كذلك القلب الإنسان يعكس الإنسان الهاوية والهلاك لا يشبعاني وكذا عينا الإنسان لا تشبعاني البوتقة للفضة والكور للزهب وكذا الإنسان يمتحن بما يمدح به لو دققت الأحمق في هاون بين السميذ بالمدق لا تفارقه حماقته اعرف جيدا حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك فإن الغنى ليس بدائم وهل يبقى التاج إلى جيل فجيل متى رفع الحشيش وظهر العشب وجمع كلأ الجبال تمدك الحملان بلباسك والكباش بثمن حقل وحسبك لبن المعزي طعاما لك وقوتا لبيتك ومعيشة لفتياتك ترجمة نانسي قنقر